هلو عبد الله أخذنا منك وقت كثير وما أعطيناك كونتن حقيقة كنت مبدع ببناتنا نورة وريوف قدنا من شوية وأنت طلعتنا عليهم حتى نعرف اللبس اللي عليهم فأبغى تشرحنا عن اللبس هذا اللي كانوا لابسينه هو بناتنا الصغار اللي كانوا عندنا في المجلس وتكمل ما عندك أنت أول شيء أعطنا بناتنا الحبايب وزهرتين الجميلات أن تعرفنا على اللبس اللي عندهم وكيف اللبس هذا هل هو بجزان أو عسير كاملة وتعطينا ما عندك أنت خصوصا أولا أن الله يطول عمرك ويسلمك بخصوص ريوف الجابري ونورة الجابري اللي يشرفونا اليوم هم يرتدون الزي الجبلي مثل ثوب الدبك أو الدبيك وأيضا المستر هو المنديل المنديل إيه؟ إيه المستر يسمونه عندنا هذا المنديل اللي فوق نعم وهذا زي يكون في المناسبات مثل الزواجات وإلى آخره والآن يوم التأسيس إن شاء الله سيكون إن شاء الله اللبس مثل هذا الشيء شعبي يعني؟ هذا يعتبر شعبي وخاص بمنطقة الجبلية وخاصة قبيلة الجابر هذه الظاهرة واحدة من بنات كنت؟ أم أخي أختك؟ لا من بنات خالتي بنات خالتي نعم هذا اللبس بخصوص منطقة جازان تفضلت السلموسة بخصوص التهامية والجبلية والبحرية نعم فتفضل البدوية قل البدوية لا أنه الجازان ثلاث بيئات تنوع موجودة تنوع في البيئات فإحنا البيئة الجبلية إحنا فنختلف سواء في العادات في التقاليد أيضا في اللبس كذلك في اللهجة اللهجة المشفرة عندنا بعد أكلاتنا بعد يعني شوي عند اللغة المشفرة هذه أبغى تعطينا شوي قبل نطلع إلى أخينا في المطل أولا الله يحيي تشم نعم وحيياب تشم جمعة أنتمون بديتم بمعو تشم وقيت ترون وتسمعون طيب أنا معنا شوق قطعناكم ترى اللبس هذا يا عبد الله لو احتجناه يوم التأسيس فإن نجده ويوم الوطني مثلا لأننا اليوم عرضنا حتى يكون في هذا الأسبوع إن شاء الله اليوم التأسيسي للمملكة العربية السعودية عز ما نملك في هذا الوطن ورأينا بعضا منه لكن أين نجد هذا الملابس اللي بيشتري البناتة مثلا الملابس هذه الخصوص اللي على نوره وريوف هذه موجودة على متجر الجابري سلا للأزياء هنا ولا في الجنوب لا في الجنوب ولكن عندهم توصيل لجميع أنحاء المملكة وهذا شغل الأستاذ هديل الجابري جميل هذا شغله وخاص فيه عندهم رقم عندهم شيء تعرضه نعم فيه رقم ظاهر أيوة نعم شوفه من يا سلام هذا هو صفر خمسة خمسة ثنين ثلاثة ثنين ست ثلاثة ثلاثة واحد وش خليت وش خليت أي نعم هذا الرقم المتجر اللي حاب يعني يطلب سواء من حال المملكة نعم من أي مكان وعندهم التوصيل أيضا في أي مقاسات بالمقاسات بالمقاسات كاملة وشاملة يعني وهذا شغل يدوي يعني شغل خاص ما شاء الله بحربنا في اللغة القليلة قبل أن تقل أخيانا في المطبخ زي الترحيل أنا لحن بنشد بنشد بخبار عند الحن بنشد باللغة بنشد أنت بسعلك أسلم بسعلك أسلم أسلم ماذا معتا في طلقانا أيوة يقول لي ماذا معتا طيب وماذا تتفعل أيوة ها تراني عرف تراني لا لا تراني عرف شوه أبي حرب هرتوكل على الله مسموح وذي نحتها ماذا يفعل بذل هذا هذا قحم المجلس هذا قحم المجلس قحم المجلس وفاكات المجلس والله نعم وها يعني لكن أشوف أن يقول يبغي يروح حوالكم ولا كذا ولا عندنا في الجنوب يبغي يشاء أبرة جديدة أولا أنا أقول الله يحييتم جمعة كل اللي في المجلس هنا كل كلتم كلتم يعني كلكم نعم الله يحييتم جمعة نحن في محرية في جبال سلا يا سلام عادي إحنا عندنا الأجواء الحلوة والضباب ومعانقين السحاب وخاصة لقلبه أخضر الله يحييكم جمعة أرد عليك بكلمة قشوه يا جماعة قششني فرد أخلوه بكلمة يقول اللي قلبه تاسل المتفقى شو ما يعطيش بالعافية تاسل المتفقى ويعطيش بالعافية الله يطلع الله يسلم نطلع يا حبيبنا المطبخ دري 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 شبال خبار من أولا نعم الشباب طبعا مشاهدينا العزاء شبال خبار من أولا